أعلن الجيش الأوكراني قصف موقعين للقيادة الروسية وخمس مناطق تتمركز تمركز لأفراد عسكريين ومعدات ومستودع ذقيرة ونقطة مراقبة للطائرات المسيرة الروسية وأعلن الجيش أنه خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية شنت روسيا سبع ضربات صاروخية وثماني عشرة غارة جوية ونفذت أكثر من خمسة وثمانين هجوما باستخدام رقمات الصواريخ متعددة لانطلاق لسيما على البنية التحتية لمدن دون يسك وزعبوريجيا وخرسون مشيرا إلى سقوط ضحايا من المدنيين